توظيف المكتسبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع توظيف المكتسبات إذن دعونا نبدأ الوضعية الأولى لإعداد ملف حول النباتات جمعت هدى مجموعتين من النباتات التلقائية بالمجموعة الأولى 19 نبتة وبالمجموعة الثانية 3 نبتات أقل من الأولى وتسلت بجمع 24 حلزوناً أولاً اصطر المعطيات المساعدة على الحل ثانياً احسب عدد نبتات المجموعة الثانية تسعة عشر ناقص ثلاثة يساوي ستة عشر ثالثاً احسب عدد النبتات الجملي عدد النبتات الجملي هو تسعة عشر زائد ستة عشر يساوي خمسة وثلاثون الوضعية الثانية انطلقت حافلة من المحطة وعلى متنها 24 طفلاً وستة عشر امرأة وثمانية عشر رجلاً نزل في المحطة الموالية خمسة عشر راكباً أولاً احسب عدد الركاب في الحافلة عند الانطلاق عدد الركاب في الحافلة عند الانطلاق أربعة وعشرون زائد ستة عشر زائد ثمانية عشر يساوي ثمانية وخمسون ثانياً احسب عدد المسافرين الذين واصلوا الرحلة عدد المسافرين الذين واصلوا الرحلة ثمانية وخمسون ناقص خمسة عشر يساوي ثلاثة وأربعون الوضعية الثالثة صنف ماهر مجموعة الطوابع البريدية في الجدول التالي أولاً أكمل تعمير فراغات الجدول ثانياً رتب عدد الطوابع البريدية الجمالي تصاعدياً خمسة وسبعون أصغر من ثمانية وسبعون أصغر من تسعة وسبعون ترجمة نانسي قنقر